بالنسبة لزيزو زيزو تعرض لكادمة قوية جدا في القدم وكان فيه ورم بعد المباراة وجهاز الطب استنى ان الورم ده يخف شوية عشان يقدر يعمله أشعة ويعرف بعد كده تفاصيل الإصابة وتحديد فترة العلاج ومدة الغياب دكتور محمد أسامة طبيب الزمالك قال لجوزي جوميز الموديل الفني ان زيزو بنسبة كبيرة هيغيب عن مبارتي دريمز في نصف نهاية الكونفيدرالية الأفريقية وعودته هتكون غالبا في مباراة البنك الأهلي يوم 2 مايو اللجاج يعني زيزو وهتبقى أخسارة كبيرة جدا بنسبة كبيرة خارج مبارتي دريمز في الكونفيدرالية الأفريقية للأسف يعني نعم مهم جدا هو بالتأكيد الزمالك يخسره في المباراة زيدي المباراتين